الحلقة التسعة تاشر ما تلف معايا السجادة كويس يا زفت انت ما انا بلفه هو هو شمعنا انا اللي بشتغل معاك سايبه علي واتركه ليه لما يرجعه هيشتغل لف انت السجادة بقى افتح الباب واوها تهرب يا ولا سلام عليكم انتوا هتعزلوا ولا ايه لا هي الشقة ملاك ده ليه هنعزل رايحين التجمع جبنا فيلا احناك على البحر وحتسبون انا هنا الواحدة يا امو جلال بنفض الشقة يا امو جلال ما تشلنيش دخلت رمضان يا اختي كل سنة وانتي طيبة اه يا اختي السنة عدت بسرعة كده عايزيني دمس فول بح ان شاء الله شلي يا ابني السجادة على الحمار سيب اللي في ايدك ده وتعالي معايا مشوار مشوار ايه ده لا مش فاكرة بس وحنا في السكة حفتكر ياولي انت حتجننيني عاوزاني قسيب الشقة تدرب تقلب وانزل معاكي مشوار انتي مش فاكرة اساسا ايه ما قلتلك بقى حفتكر في السكة كان بتعصابي علي لما تفتكري بقى بقى اعادي علي وحشوف اصلا المشوار ده يستهل انزله معاكي ولا لأ واكيد هيبقى لأ طيب بانزيلي بقى السلف مني حاجة تانية يا ساميرا شلي بقى السجادة شيل حط نقت حال الانجليزي بالفرانكو مين ده يا ماما ما ينفعش اقولك عشان ما تروحش تطريق عليه في المدرسة مش هتطريق بس اقولي ازايك يا مجلال ازايك يا سلي اللا انت لسها بتذكر يا فرح بذكر ايه انا بصحة الامتحانات بتاعة العيل في المدرسة اه طيب اسبيها بقى وتعالي معايا ضروري انا مشغولة يا مجلال لازم اخلص تصحيحها عشان اصلم النتيجة بكرة اللا يعني مين بقى لهايجي معايا ساميرا مش عاوزة وانتي مش عايزة واشرف في سابع نومة ولا شكله كده مات في السرير مش بيرد وانتي عاوزة تروحي فين يعني في السكة حرف تكر ما تقلقش انتي كمان مش فاكرة معلش يا مجلال مش هينفع لما خلص عبقى عدي عليك حتى انتي طيب يا اختي شكرا يا بنت الغالي يا مجلال يا مجلال افتحي يا مجلال ايه ده ايه النور ده كله انت لسه صحي من نوم دي الساعة ربعة با همجلال مصحياني طول الليل عشانك ولا هدومها هي فين صحيح؟ مش جوة خرجت مش غلط انها تخرج لوحدها اه ونخلص لا اه غلط غلط انا عاليها ما تخرجش غير مع سميرة سميرة فوق بتنفط شقةتها هي بعد ما طلعتلي ما راجعتش الشقة انا ما حسيتش بيها ده كده بقالها خمس ساعات برا هتكون راحت فنزي الموبايل لست مقفول يبقى يا ضاع منها يا فصل شاحن ما فهمتنيش حتى هي عايزة تروح لمين بتقولي هفتكر في السكة بالزمة دي تفهم منها ايه دي هي اول مرة تخرج ودغيب كده؟ هي ما بتخرجش لوحدها عشان بتنسى ترجع اخر مرة خرجت لوحدها جبناها بعد يومين من راس البر يا نهر يسود وإن اللي ودها هناك بس؟ احنا طول عمرنا عصلنا بنصيف هناك فكانت فاكرانا روحنا هناك وجايباننا سندوتشات وجاينا على البحر واحد من اللي يعرفونا شافها على البحر وعرفها وكلمنا لك كنا هتروح هناك تاني احنا في الشيطة يا أختي هي لما راحت كنا في الصيف في نفس الوقت اللي كنا بنصيف فيه أيام ما كنا بنصيف طب انتو بتعاودين تروحوا فين في الوقت ده من السنة؟ ها عرفت حاجة؟ ما طلعتش على الشارع الوقت فطوطة قال لي إنها لو طلعت كان شافها هو فطوطة ده مرأي بالشرع كويس؟ على حسب الاستباحة وشه كان بيقول الاستباحة كتعسل أنا مش فهم أنت بتقول إيه؟ حاولوا بس تفتكروا هي بتروح فين؟ ممكن نلاقيها فين؟ احنا دلوقتي داخلين على رمضان ممكن تكون راحت تجيب ياميش مثلا؟ أو فوانيت؟ أو أرعيش؟ وقت هزار هو أو فناكيش يا خفاف بفارفش الجاو بدل الشابة اللي احنا فيها دي وبعدين هنلاقيها هنلاقيها؟ احنا ممكن نقسل نفسنا وننزل ندور اللي يلاقيها يكلم التاني أنا هاجي معاكي وما تروحش مع سميرة ليه؟ أو تدور لوحدك؟ عشان ما تتعكسيش انت هتسأل الناس في الشارع وانت لم أغز يعني مزة فلو سألتيهم يعني هتلاقيهم بيهقوا بيبقوا وأنا ما يردنيش يهقوا أنا مش فهم الكلام بس فهم المضمون أوكي تعال عشان ما حدش يبق بق معايا أصلك يهق معايا هقولك ليه غني وفقير وليه الناس ما تعش كتير وإحنا صغر كلنا بنحتار ليه في اسرع من شر وخير أنت حاسة فرقة عن أيام زمان كل حاجات غيرت في الشارع سيبيك من الشارع أنا مالي ومالي الشارع أنا بتكلم عن البناءات مين فعلا إحنا تغيرنا عن زمان فاكرة لما كنت أمضخرب من اللفة في الميدان وإحنا صغيرين كنت مش بتسيبي إيدي طول الوقت إحنا من ساعة ما خرجنا وإنت عملت رغي معايا وتفكرني بالأطلال وما سألتش أي واحد في الشارع على أم جلال أيوة وكل دول سألتهم أم الجيبنا هنا ليه؟ أصل الشارع هنا نظيف ومش عايزك تتبهدلي إنت ما تغيرتش فعلا يا أشرف إنت ما تغيرتش من ساعة ما كنا عيال بيجاب نفس الاستهتر والغباء بتاعك سبحان الله المفجأة دي خليك إنت في الشارع نظيف وسيبنا دور واتبهدل يلا يا سليم خلاص خلاص تعالي نطلع القفر أنا ما سألتش هناك ماما يا أم جلال ما حدش بيقولها تتالي مش هي جدتكم أم جلال ما تقرب لناش أصلا إزاي؟ أم جلال دي كان بتساعد أم جدي أبوها كان راجل غالبان قوي سبعة عيش معاها تساعدة ومين ساعتها وهي عايشة معنا كبرت وهي بتخدم جدتي وأمي ولما جدت تتجوز جي دي ديها الشقة اللي عايشة فيها دلوقتي وكل الكبار اللي في عائتنا ماتوا فضلتها يا عايشة بقتها كبيرة بتاعتنا كلنا وجلال ابنها فين؟ جلال مات وليه ابني شغال في قطر بس كل فين وفين لما بييجي يزورها بس إحنا مش سايبانها وحطانها في عينينا واضح مبارشة عليها في شقةها وفي الآخر زبتها تخرج لوحدها وانت لازم تطلع القطط الفطسة نفسي في مرة نقفل كلامنا بجملة حلوة مني شايف القهوة اللي هناك دي؟ تشرب حاجة؟ اسألهم على أم جلال آه حاضر على قل جملة مفاش تلقيح هيا صاصة قالك إيه؟ قال لي شفتها طلعت دراسة فوق أيوة يا فرح في حد شافها وبيقول طلعت على الدراسة إزاي؟ إحنا يسا تقليم دلوقتي وحد قالينه إنه شافها نزل على الموسكي يعني هي طلعت على الدراسة ولا نزلت على الموسكي؟ في حد شافها بيقول راحت على الغرية وبعدين بقى في الولية دي كل الأماكن دي عكس بعضها هي كانت مشى في دواير ولا إيه؟ بقولك يا فرح إحنا بقى أنا كتير بندور يا أختي نلف لفة كمان وبعدها نروح نشوف فقا هنعمل إيه؟ ها؟ حد عارف حاجة؟ مصر كلها شافتها في الشارع إيه اللي إحنا؟ في ناس قالوا اللي شافوها ويطلع على الساغة كل الأماكن دي عكس بعضها إزاي تشافت فيها كلها؟ مايمكن ما تكونش هي والناس متلغبطة طب بلوك تعالوا ندخل للشقة بدل بقفيتنا كده أم جلال؟ سايبيني كل ده قعدل واحد في الشقة مفيش واحد فقر يسأل علي نسأل عليك إيه؟ ده إحنا بنتشقلب في الشوارع عليك إنتي كنتي فين؟ أنا قعدة طول اليوم في البيت ما خرجتش وبعدين بقى أنت يا جننينة أنت ما كنتيش في الشقة يا ولية جزمتك بترابها أهو جنب باب الشقة منا لازم يقلع الجزمة عشان تفضل الشقة نضيفة يا ولية إحنا قربنا نتجنن هتجلطينا كنتي فين؟ هو الكيس اللي جنبك ده فيه قرص إنتي طلعت القرفة؟ آه 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 كنت بزور الحبايب وقلتلكوا تعالوا معايا ما حدش تريدش أمان ليه بتقولي ما خرجتش؟ إيه؟ خرجت رحت فيه يا لهوي إيك يا ولية أنت مش لسه بتقولي كنت في القرفة؟ آه آه رحت الوحدة هو أنا صغيرة يعني رحت وقعدت مع الحبايب كلهم قارت لهم كرآن شوية كده وجيت افتكرت زمان وأيام زمان اللي ما تتعوّطش أنت أصلا عايشة في أيام زمان المهم أنت رجعت لنا بالسلامة المرة الجاية لو عاوزة تروحي أي حتة أقوليلي أنا هاجي معاكي أصيلة أصيلة يا بنت الغالية يعني مع أني واخد على خطر منكم كلكم إلا أنتوا كنتوا فلوسة يبني أعدى الوحدي يا صبر أيوب ماما أنا ومجلالة طعبانا عليها قوي وإحنا ليه بنكبر وبنبعملين كده هو أنا لما أكبر هبعمل زيها كده يعني أنا عايز أفضل طوله عمرك قوي مفيش حد بيفضل قوي طول عمره يا سليم العجز والمرض جزء من الحياة ليه ربنا خلقنا كده يعني مش حرام إنه مجلالة بعجوزة كده وبتنسى كل حاجة ما إحنا معايا بص يا سليم أنا السؤال ده كنت بسأله النفسي كتير قوي ليه ربنا خلى ناس تكبر وتعجز للترجادي هم مش رحين بيهم ليه يسيبهم ويتعذبوا كده أيوة السؤال ده موجود في جشكلهم الغلام هم مش بيتعذبوا يا سليم الحياة مش سابتة يا حبيبي إحنا تولدنا صغيرين وضعفة لما بنجبر بنبقى قوية وعندنا صحة وقوة وعندنا لما بنجي نمشي بنمشي زي ما تولدنا بالزبط ضعفة برضو فكل حاجة في الدنيا متغيرة ممكن تلاقي حد قوي بقى ضعيف وحد ضعيف بقى قوي إحنا ملناش غير إننا نقبل اللي ربنا عايزه تبقى ليه ربنا موت ابن أمه وجلاله سبقى لوحدها كده لأ يا حبيبي إحنا قلنا سؤال واحد شو بتجاوبي عليه بكرة؟ بكرة إن شاء الله تسبح على خير يا أمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر